صفحات عربية تدعي صدور منحة من الملك بقيمة 20 ألف كرون الشتاء يعود مجدداً وعاصفة ثلجية تضريب الجنوب أهلاً بكم مشاهدين إلى نشرة الكمبيس معكم هديل إبراهيم خبراء يدقون ناقص الخطر بعد أن سجلت أسعار المواد الغذائية أكبر ارتفاع لها على الإطلاق خلال فبراير الماضي الضغوط المعيشية التي تتعرض لها الأسر توضحت الآن بأرقام أصدرها موقع مات بريس كولن الذي يراقب تطور أسعار الأغذية مؤسس الموقع أولف مازور قال إن السويد لم تشهد أرقاماً بهذا الارتفاع من قبل ومن أكثر المواد التي شهدت زيادة أغذية الأطفال والخضروات والحلويات وارتفعت أسعار البقالة 15.2% خلال عام في حين زادت أسعار الطعام 17.8% وعلى سبيل المثال ارتفعت أسعار أغذية الأطفال في المتوسط بنسبة 10.8% خلال شهر فبراير وحده في حين زادت بعض الأغذية بنسبة تصل إلى 20% الخبراء قالوا إن الأمر لم يعد متعلقاً بالمنتجات الزراعية كما كان في بداية ارتفاع الأسعار حيث تشهد البلاد الآن زيادة في كل شيء وفي جميع المراحل من المواد الخام إلى التعبئة والتغليف والنقل وفيما يعاني أصحاب الدخل المحدود من ارتفاع تكلفة المعيشة ستتراجع القيمة الحقيقية لأجورهم ناتجات التضخم عاصفة ثلجية تضريب السويد خصوصاً في جنوب غداً وبعد غد الأرصاد الجوية أصدرت عدداً من التحذيرات باللون البرتقالي والأصفر في مناطق واسعة وسط توقعات برياح قوية وثلوج تصل سماكتها إلى 24 سنتيمتراً خيئات عدة أصدرت أيضاً بيانات تحذيرية منها الشرطة ومصلحة المرور وحثت الشرطة الجميع في مناطق العاصفة على توخي الحذر خلال التنقل ناصحة للناس بعدم الخروج إلى الطريق إلا للضرورة القصوى في حين رفعت مصلحة المرور من مستوى استعدادها مناطق التحذير باللون البرتقالي تشمل شمال يوتالند وشرق سفيالند وشمال سكوني ويعني التحذير باللون البرتقالي إمكانية وجود عواقب وخيمة على المجتمع وخطر كبير على الجمهور مع توقع حدوث اضطرابات في الوظائف المجتمعية مصلحة المرور عمدت إلى إلغاء بعض رحلات القطار تحسباً للعاصفة مشيرة إلى أن ذلك سيؤثر على عدد كبير من الركاب الأرصاد حذرت من أن العاصفة يمكن أن تتسبب في تأخير وإلغاء حركة الحافلات والحركة الجوية كما يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الكهرباء ما يؤثر على شبكات الهاتف المحمول في مناطق واسعة إدارة الرعاية الاجتماعية تحث المرضى على تخزين الأدوية التي يتناولونها بانتظام بحيث تكفيهم لمدة شهر الإدارة قالت إن الهدف من ذلك الحد من مخاطر توقف العلاج حال حدوث اضطراب أو نقص في الأدوية إضافة إلى تقليل خطر زيادة الضغط على الرعاية الصحية والصيدليات التعليمات الجديدة تتعلق بأولئك الذين يتناولون أدوية بانتظام مثل مرضى ضغط الدم أو القلب أو السكري كما تشمل المرضى الذين يستخدمون أدوات طبية منتظمة مثل الضمضات أو أجزة التحكم بنسبة السكر في الدم ولا تشمل التعليمات الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والأدوية الموصوفة للعلاجات قصيرة المدى علماء يحذرون من مخاطر تحول إنفلونزا الطيور إلى وباء ينتشر بين البشر تقارير صحية أفادت في الأسابيع الأخيرة بانتشار متزايد لإنفلونزا الطيور في شرق آسيا وأوروبا وأمريكا جنوبية الأمر الذي يمكن أن يتحول إلى تهديد للإنسان ألبرت أوسترهاوس أحد أشهر الباحثين العالميين في إنفلونزا الطيور قال لراديو السويد اليوم إن جائحة أخرى ستبدأ حين يبدأ المرض بالانتقال من إنسان إلى إنسان مؤكدا إلى أن الوضع العالمي لإنفلونزا الطيور لم يكن أبدا مقلقا كما هو الآن الباحثون لفتوا إلى أن عدوى الطيور بدأت تنتشر مباشرة بين ثديات مثل المينك وأسود البحر في عدد من الدول منها البيرو وإسبانيا الأمر الذي يقلق الباحثين لأن هذه الحيوانات تشبه البشر من الناحية الوراثية الباحث السويدي بيورن أولسون قال إن هناك خطرا حقيقيا في إمكانية انتقال الفيروس بين البشر داعيا الدول لاتخاذ إجراءات تمنع تحول الفيروس إلى وباء وطريقة احتيال جديدة تنتشر في السويد تحت اسم منحة ملكية صفحات فيسبوك معظمها بأسماء عربية استهدفت ذوي الأصول المهاجرة بشكل خاص وأرسلت رسائل تدعي فيها إعلان ملك السويد تقديم منحة مالية بقيمة 20 ألف كرون لكل مقيم ومواطن موجود في البلاد لمدة ثلاثة أشهر بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وترفق الرسالة برابط للتسجيل على المنحة الملكية المدعاء ولم تعلن الحكومة السويدية أو الملك إطلاقا عن تقديم أي منح أو مساعدات من هذا القبيل في فترة آخرة لذلك يجب الحذر والتأكد دائما من مصادر الرسائل التي يمكن أن تكون رسائل احتيال الهدف منها الحصول على المعلومات الشخصية للأفراد أو اختراق هواتفهم بهدف الابتزاز وكانت الكمبيس نشرت سابقا فيديوهات معلوماتية تساعد في كشف الاحتيال الإلكتروني يمكن الرجوع إليها عبر زيارة موقعنا وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدين شكرا لكم لمزيد من التقارير والتفاصيل زروا موقعنا الكمبيس.س كما يمكنكم أيضا الاستماع للنشرة على جميع منصات البودكاست شكرا لكم